بيبدأ الفيلم بزوط في الجيش اسمه رامبو بيكون رايح قرية صغيرة يبحث عن بيت صاحبه اللي كان معاه في حرب فيتنام وهناك قابل واحدة ستت وابنها وقال لهم انه بيدور على صديق لإسمه دلمور فقالت له بكل حزن ان دلمور مات من بعد ما راجع من الحرب على طول بسبب مرض الكنسر وهنا رامبو تأثر جدا لانه كان صديق عزيز ليه وبعدها خد بعضه ومشي وفد المكامل بعد كده في الطريق وما كانت عارفه رايح فين لحد ما حس انه هو جعين فدخل قرية تانية صغيرة عشان يلاقي مطعم ياكل فيه واثناء بحثه عن مطعم شافه زابط اسمه ويل ووقتها الزابط ويل اللي شكل فيه وسأل رامبو رايح فين ولانه كان مش مرتاح لرامبو او حاب يغلس عليه شوية فصمم ان رامبو يركب مع العربية عشان يوصله خارج البلد وما يشوفش وشه هنا تاني وحاول رامبو ساعاتها يكون هادي ويتملك اعصابه عشان الموقف يعدي على خير ونزله عند حدود القرية وقاله يقص شعر ويلبس هدوم تانية لان هيئته بتقول انه بلطجي وبتاع مشاكل وساعاتها رامبو ادايه انه حكم عليه من شكله وكمان خرجه من القرية غصب عنه فقرر انه يرجع بعد ما الضابط ما يمشي بالفعل دخل تاني وكمل طريقه للقرية ووقتها واللي باص في مرايتها العربية فشاف انعكاس رامبو في المراية وعرف انه رجع تاني فوقف العربية ونزل سأله بعصبية ايه اللي رجعك تاني انا مش قلتلك يمشي ولما رامبو مردش عليه ام ولي طلع سلاحه وهدد رامبو قاله يحطي ايديه على العربية ويكونوا بعيد عن بعض علشان يفتشوا فرامبو عمل اللي ولي طلبه منه وبدأ ولي يفتشه لقى معه سكينة ولما سأله شايل سكينة معليه رامبو قاله انها للصيد لكن ولي مقتنعش وقبض عليه وخده على اسم الشرطة وهناك في ضابط شرطة تاني اسمه جوليت بيحقق مع رامبو سأله تاني نفس السؤال وإيه الغرض من انه يشيل سكينة معاه ولما رامبو قاله انها للصيد فدلي هاتحكه ما كانش مسدق انه يقدر يصطاد اي حيوان بسكينة وبعد كده بيخضو قدة الاستجواب علشان يسجله بياناته واول ما جوليت سأله عن اسمه فجأة رامبو افتكر ذكريات صعبة من الحرب فيتنم وسرح معاها فجوليت اتعصب وزعق له قاله انه لو جاي يعمل مشاكل يبقى هو كده في المكان الغلط مع الشخص الغلط وبعد كده لقولة بالسلسلة مكتوب عليها اسمه وحاول الزابط يقلع هاله لكن رامبو تعصب ومسك ايد الزابط فخدها الزابط غصب عنه وراح يدور على الاسم اللي عليها عشان يعرف بياناته وفدل جوليت يهدده انه هيسجنه ويعزبه جوه السجن وبعد كده كانوا عاوزين ياخدوا بصماته لكن رامبو كان بيقومهم وقتها تعصب عليه جوليت وهدده انه هيضربه وجي بعدها وقال له انه هيتحكم عليه بثلاث شهور سجن وغرامة 250 الف دولار وقال لهم ينظفوه يخلوه ياخد دوش عشان بكرة هيروح المحكمة ولما قلع اتشارته قدامهم لقوا جسمه كله عليه اثار تعذيب وضربه وجروح ومن غير رحمة جوليتكمل عليه ضربه وفدل يضرب فيه بالعصايا وبعدها كاتفوه عشان يحلقوله شعره ودقنه بالعافية واول ما شاف الشفرة اللي يحلقوله بيها افتكر ذكريات تاني من فيتنام وتعذيبه بالسكين على ايد الزباط الفيتناميين وساعاتها جالوا انهيار عصبي وماقدرش يسيطر على رد فعله ونزل فيهم كلهم ضرب وخرج من القوضة وكمل ضرب في كل اللي يقابله وبعد كده خد السكينة بتاعته اللي خدوها منه وهرب من اسم الشرطة واول ما خرج لقى واحد راكب متساكل فوقع وخد المتساكل بتاعه طربيه وساعاتها جوليت طلع السلاح عشان يضرب عليه نار لكن واللي منعه لان الشارع مليان ناس وممكن حد فيهم يتئذي وفي الوقت ده رامبو كان بيجري بالمتساكل ووله وراب عربية الشرطة ورامبو كان سايق باقصى سرعة وسابقه وبعد كده داخل الغابة بالمتساكل لانه عارف انه ولي مش هعارف يدخل وراب العربية فبيكمل ووله وراب من طريق تاني جنب الغابة لكن الطريق برضه كان خطر ومنحدر فاتقلبتها العربية بول ونفس الطريق كان صعب ان رامبو يمشي فيه وقع من على المتساكل ولما بص وراء لقى ولي خرج من العربية المقلوبة وبيجري وراء فجري هو كمان علشان يهرب منه وفيدل يتحرك بصعوبة جديدة بين الصخور ويطلع المنحضر لحد ما بعد عن المكان ولقى قدامه بيت قديم مهجور وفيدل يدور في المكان على اي حاجة يستفيد بيها ولقى قطعة قماش كبيرة فقطعها وخد جزء منها لفه على جسمه لان الجو كان برد جدا وبعد شوية بيوصل الزابط ميد والاستر عند ولي في الغابة فولا قال لهم يرجعوا يبلغوا الاسم ويجيبوا كلاب بوليسية وهليكوبتر عشان تسعادهم في الوصول لرامبو وبعد كده رامبو ماشي من المكان اللي كان فيه وكمل هروبه من طريق تاني وفي الوقت ده كان وصل ميد والاستر ومعهم اتنين زباط كمان والكلاب البوليسية وبدأوا يمشوا في الغابة بالكلاب عشان يبحثوا عنه وقتها رامبو سمع صوت الكلاب وعارف انهم قربوا منه وما كانش فيه اي طريق قدامه يهرب منه ولما حس انه خلاص مفيش وقت نزل المنحضر اللي فوق النار وفي الوقت ده شاف طيار هليكوبتر فوقه فاتخضه كانت ايده هتفلته يقع والشخص اللي كان موجود في الهليكوبتر هو جولت واول ما شاف رامبو متعلق بينشن عليه ومصمم يقتله وبيفضل يضرب نار عليه ورامبو وقتها ما بيكونش عارف يعمل ايه فطيار الهليكوبتر قال لجولت ان هم مش مطلوب منهم يقتلهوا ومفروض يقبضوا عليه ويسلموا للشرطة لكن جولت هدده وقاله يقرب على رامبو بالهليكوبتر على قد ما يقدر وإلا هيقتله هو وكان جولت مصمم يقتل رامبو لانه تجرق وضرب ورغم ان رامبو كان في وضع لا يحصد عليه لكنه قرر ما يستسلمش وقال كده ميت وكده ميت فجرب حظ يمكن عيش ونطف فوق شجرة قبل ما جولت يصيبه وبالفعل فدى العيش لكنه بيتصاب اصابة جديدة في دراعة وبسبب فروع الشجر ولما بيقع على الارض بيفضل جولت يضرب عليه نار وبيكون رامبو مستخبي ورى شجرة وكان بيحول بأي طريقة يبعدهم عنه أو يدفع عن نفسه فمسك حجر كبير وحدفه على الطيارة فالطيار بقدرت قادر خد الحجر في عينه ما تعرفش ازاي وفقط سيطرته على الطيارة السواني ودخل الطيارة تتهز جامد وجولت يقع منها ويموت وبعدها الطيار مشي بسرعة من المكان وراح بعد كده رامبو يشوف جولت لقاميت فقلعه الجاكت اللي لابسه وخد السلاح بتاعه وهرب وبعد كده بيقعد في مكان ميت دهيري وبينظف الجرح بتاعه وبيخيطه بخط وقابرة كان شايلهم معاه وبعد شوية بيوصل وله وبقزه بطلق قمة المنحضر وبيشوفه جسد جولت تحت المنحضر واتفجأوا بعد كده برامبو واقف ورفع ايديه وبيسلم نفسه لكن واللي كان متضايق بسبب موت جولت اللي كان رامبو سبب فيه فما قدرش يتحكم في نفسه وفادل يدرب نار عليه ورامبو ساعاتها نجى منهم بقى عجوبة ودخل جوه الغابة واختفى وقال في نفسه كده بقيت مجزارة وعليا وعلى اعدائي وبعد كده لستر اتصل بالشرطة وطلب منهم يبعتوله طيارة هليكوبتر عشان ياخدوا جسد جولت وساعاتها قالوله كل المعلومات اللي عارفوها عن الشخص اللي بيطردوه ولستر بلغها لويل وقالوا ان الشخص ده اسمه رامبو وكان باطل من ابطال حرب فيتنام واخد وسام شرف وساعاتها رجالة ويلة قلقوا وقالوا لويلة انهم مفروض يبلغوا شرطة الولاية وهم يتصرفوا معاه لكن ويلة كان موضوعه مع رامبو بقى شخصي وكان مصمم انه يقبض عليه وفي الوقت ده كان رامبو قاعد بيجاهز حاجة شتتهم بيها لانه عارف انهم هيدوروا عليه ووقتها كان ويلة ورجالته بيتخنقوا لانهم في ناس منهم كانوا خايفين وعايزين يرجعوا ولما قربوا من المكان اللي شافوه فيه لقوا عمل لهم فزاع عشان يوهمهم انه هو وبعد كده الكلب اللي معاهم قدر يحدد مكان رامبو ويوصل له لكن الكلب المسكين مرجعشه دل انه رامبو قتله وساعاتها كلهم قلقوا وحاسوا انه رامبو خطر ومش سهل فضربوا عليه نار لكن واحد منهم هو اللي بيتصاب ورغم الضلمة والبرد كان رامبو هادي وواضح انه عارف بيعمل ايه لانه متعود على الغابات وجواها وبعد كده هاجم على اول واحد منهم الضابط مد وطعنه في رجله بالسكينة واختفى فسمعوا ولو وبقي المجموعة اللي معاسته تصريخ مد وجاريه عليه علشين يشوفه اللي جراله وقتها رامبو استغل فرصة ان كل واحد فيهم ماشي من طريق بيد عن التاني وهاجم واحد تاني منهم وطر فوقه من على الشجرة وطعنه هو كمان وبعد كده هاجم على ولو وثبته بالسكينة وقال له يبعد عنه ويسيبه في حاله وانه لو فكر يطرده تاني هيموت وبيقول لنا ممكن اقتلك دلوقتي لكن هسيبك تعيش وبيسيبه ويمشي وساعاتها ولو حس انه تقصر وتزاله ومقدرش يمسك نفسه ونهر من العياض وبعد كده جات كوة من الشرطة واسعاف وخدوا ولو رجالته عشان يعالجوا الجروح بتاعتهم وبنشوف بعد كده واحد اسمه ديف بيتكلم مع ولو وبيقوله يرجع البيت يرتاح وهو هيكمل القضية بداله لكن ولو تعصب عليه وقال له انه مش هيرتاح جد لما يقبض على رمبو بنفسه ولان القرية صغيرة جدا فانتشرت الاخبار بسرعة في كل مكان ووسائل الاعلام كلها كانت بتتكلم عن رمبو ولو انهم فاكرينه شخص عادي فكانوا بيقولوا بقلب جامد انه هيتقبض عليه خلال ساعات وبيتفاجئ بعد كده ولو بواحد اسمه تروتمان وبيعرفوا بنفسه وبيقوله انه كان القائد بتعرمه في الجيش وانه هو اللي دربه وعلمه كل حاجة وخدم عفت نام تلات سنين وانلي ساعاتها كان متعمد يضايقه ومداش اهمية ليه ولا رمبو اتجاهل كلامه فاتروتمان لما فاهم انه مش مد اهتمام لكلامه قاله انه هو مش جاي علشان ينقذ رمبو منهم لكن هو خايف عليهم وجاي ينقذهم هما من اللي رمبو ممكن يعملوا فيهم وقاله انه هو حذرهم ومش مسئول عن اللي هيحصل لهم لو فكروا يتردوا رمبو من تاني وقاله لو مصممين يروحوا وراه ياخدوا معهم اكياس جوسس للزباط اللي هيروحوا وساعتها ولا حاس انه بيتكلم بجد وبدأ يقلق وطلب منه يساعدوا انهم يخرجوا رمبو من القرية من غير محد يتئذي تاني وفي الوقت دا كان رمبو بيحاول يستطى خنزير علشان يأكل لانه كان جعان جدا ودخل جوا كاف وقعد يشوي الخنزير وياكلوا وكان معا وقتها جهاز لسلكي بتاع جولت فبدأ زابط من الشرطة يتكلم معا ويقولوا انهم عارفوا انه بطل وخدم البلد وطلب منه يسلم نفسه ويحلوا الموضوع في هدوء ورمبو كان سامع كل حاجة لكن ما ردش عليهم وبعد كده سمع صوت العقيد تروتمن بيكلموا في اللاسلكي فاتفاجئ ورد عليه وضرب بينهم حوار عن اللي حصل في فيتنام وبعد كده قال له يسلم نفسه لانه تسبب فأزة وموت ناس بريئة وعمل مشاكل كتير لكن رمبو ما اقتنعش وقال له انه مش غلطان وانه هم اللي بدقوا معا بالمشاكل وقال له انه ما كانش عايز غير انه ياكل لكن واللي طردوا برا القرية وساعتها تروتمن ما كانش قدامه غير انه هو يطرد رمبو بنفسه ويقبض عليه فحدده موقعه بالزبط عن طريق لاسلكي وتاني يوم الصبح واللي بعد كل رجال توزعهم في الغابة عشان يقبضوا عليه ووقتها كان رمبو شايفهم من بعيد ومرائبهم فهرب بسرعة من مكانه عشان يروح مكان ابعد لكن قابل في طريقه ولد صغير معه بندقية صيد فاخدها منه وهرب وساعتها الولد قال له ابوه وابو بلغ قوات الشرطة اللي موجودة في الغابة فحصروا من كل اللي اتجاهته ضربوا علي نار ورد عليهم رمبو بالسلح اللي خده من الولد لحد ما الرصاص خلس منه وفي الوقت دا ويل اتصل بيهم واكد عليهم ما يقتلهوش لانه عايزوا حي لكن الرجال تنفذوا اللي في دماغهم ورمو قنبل على المكان اللي فيه رمبو لانهم كانوا عاوزين يخلصوا منه وانفجر المكان كله وافتكروا ان رمبو مات وكانوا مبسوطين جدا واخدوا كمان صورة علشان يفتكروا اليوم والذكرى دي وفي اللحظة دي وصل ويل وتروتمن وديف وويل زعق لهم لانهم قتلوا ما نفذوش كلامه لكن في نفس الوقت كان مبسوط وبيتباه قدام تروتمن ان رجالته هم اللي خلصوا عليه لكن تروتمن كان عارف ان رمبو باطل مهما حصل ومن ناحية تانية كان رمبو ما تأثرش اصلا بالانفجار ومستخبه في منجم بعيد وولع شوعل عشان يشوف قدامه ويدور على مخرج يهرب منه لحد ما قدر يخرج من المنجم اللي هو فيه ولقى طريق يهرب منه وبعد كده طار فوق عربية تابع الشرطة بتنقل اسلاحة ووقع السواق برا وتلعب العربية على اسم الشرطة اللي فيه ول عشان ينتقل منه لانه السبب هو كل حاجة من البداية وبعد كده ليستر قبل السواق في الطريق وعارف منه ان رمبو ما ماتش ولستر على طرح بلغ ول وتلعت عربية شرطة وراء رمبو بسرعة علشان يقبضوا عليه وضربوا عليه رصاص كتير لكن قدر يتفداه لكن فجأة عربية الشرطة خبطت في عربية تانية وتقلبت وبعدها انفجرت ولما رمبو وصل عند الكبري اللي هيدخل منه للقرية لقى زباط كتير محاصرين المكان كله لكن ولا كأنه شايف حاجة وكان بيدوس فوق كل اللي يقابله ومكمل في طريقه وبالليل كان وصل للقرية وراح عند محطة بنزين وولع فيها وفي عربية الاسلحة وعمل انفجار كبير جدا وساعاتها ولا قرر يستعد بكل الزباط اللي عنده الاسلحة لكن فجأة بيجي تروتمن وبيقول لويل ان دي اخر فرصة ليه علشان يهرب من رمبو لانه اكيد هيقتله لكن ويل خد سلاحه وخرج وكان مصمم يواجه رمبو وفي الوقت دا كان رجالة ولا مشغولين في النار اللي بتزيد وبيحاولوا يطفوها ودي كانت فرصة لرمبو انه يدخل مكتب ويل وفي الوقت دا ولا طلع على سطح الاسم عشان يرايب رمبو من فوق وفي الوقت دا رمبو ضرب رصاص على المحول وقطع الكهرباء عن المنطقة وبعدها دخل محل البيع الاسلحة وجمع كل الرصاص واي مادة متفجرة عشان يفجر بهم المكان ويجبر ولا انه يظهر وفيدل قاعد مستخبي ومرأب والحد ما شافه فوق سطح الاسم وفيدل يضرب عليه النار لحد ما صابه وخليه يقع جوه الاسم من تاني وبعد كده دخل رمبو المكتب وكان خلاص هيقتل ويل لكن فجأة ظهر تروتمن ومنعه وقال له ان فيه متنزة بتبرم استنينه بالاسلحة وهيقتلو لو قتل ويل لكن رمبو قال له انه مستعد يواجههم كلهم وساعة تروتمن اتعصب عليه وقال له انه هو ازاهم وسببلهم اضرار بما فيه الكفاية والصح انه يمشي وكفاية تخريف في القرية فرمبو قال له انه هو خدم البلد في الحرب ولما رجع ملقاش حد مقدر مجهوده والناس كلها بتعاملوا بطريقة مش كويسة وبيحتقروا وساعتها تروتمن فيه منه حصل له صدمة بعد كل مصحابه ماته في الحرب وبعد كده رمبو حضن تروتمن وانهاره وفيدل يعيط لانه الوحيد اللي كان بيسك في رمبو ولما حسب امان قرر ينفس كلام تروتمن وخرج معاه وسلم نفسه بعدها بتلات سنين بنشوف عدد كبير من المساجين بيكسروا صخور ومعاهم رمبو بنعرف انه تسجن لانه تسبب في تخريب القرية وموت افراد من الشرطة وبنشوف واحد من الحرس وهو بينادي على رمبو وبيقوله انه في حد جاي يزوره ولما رمبو بيروح بيكتشف انه العقيد تروتمن اللي بيعتزر له لانه كان مجغول وماقدرش يزوره من تلات سنين وبيكون تروتمن رايحه لانه عايزه في مهمة سرية في فيتنام عشان يحرر اسرى الحرب اللي لسه هناك وفي الاول طبعا كان من المتوقع ان رمبو يرفض لانه لسه ما تعفاش نفسيا من الحرب ومنظر صحابه اللي ماته قدام عينيه لكن تروتمن قاله انه لو نفذ المهمة ممكن ياخد عفو رئاسي بعدها ويخرج من السجن ودي فرصته الوحيدة للخرج من هنا ولان رمبو كان لسه فضله في السجن خمس سنين كمان فشاف انه فرصة كويسة فقرر يوافق وبعدها تروتمن قاله انه هيروح يخلص الاوراق بتاعته عشان يخرجه من السجن وبعد كده بتروح طيارة هليكوبتر تاخد رمبو من السجن وتنقله للمقر الامريكي في تايلاند ولما وصل هناك قبل وظبط من المرتزقة اسمه ايريك واستقبله ورحب به لكن رمبو كان ساكت وما دلوش اهتمام وبيروح بعدها عشان يقابل تروتمن وساعتها تروتمن عرفه على قائد القوات الخاصة موردوك وبعد ما سلم على رمبو خده على مكتبه علشان يتكلمه في تفاصيل المهمة وفتح الملف بتاع رمبو اللي فيه بياناته كان متفاجئ من كمية الاوسمة والجواز اللي واخدها رمبو انجازاته الكبيرة وقاله ان الكل الاسباب دي هو انسب واحد يقوم بالمهمة وبدأ يشرح له المهمة وقاله ان هي عبارة عن انه ياخد صور للمعسكر اللي فيه الاسر الامريكيين بتاعهم من غير ما يدخل في اشتباك مع حد من الجيش الفيتنامي يعني صور تتاخد من غير ما حد ياخد باله فاستغرب ان مهمته كلها عبارة عن تصوير بس وانه مش ينقذ الاسراء لكنه وافق وبعد كده موردوك قاله انه قدامه ساعة واحدة بس ويجهز دي المهمة وبعدها تروتمن خد رمبو علشان يوريه اخر تطورات التكنولوجيا والاجهزة اللي هيستخدموها في المهمة وساعتها رمبو كان واضح عليه اللي مبالاة وما كانش مهتم باي حاجة من اللي شايفها وموردوك بعد كده قاله ان كل الحاجات دي هيستخدموها في حمايته علشان المهمة تتنفذ بسهولة ويكون هو في امان فرمبو ساعتها بنى عليه عدم اللي انبهر بكل اللي شايفه وقاله ان عقل الانسان هيفضل اقوى سلاح فمردوك حاس انه اتحرج وقال لتروتمن ان رمبو ده باين عليه موخه لاسعة من التعذيب اللي شافه في الحرب والسجن وقاله انه شاكك انه يقدر ينفذ المهمة لكن تروتمن طمنه وقاله ان رمبو افضل شخص ممكن يعتمده عليه في المهمة دي وبعد كده بنشوف رمبو وهو بيجهز كل الحاجات اللي هيخدها معاه زي سكنتو اللي كانت معا من الجزء الاول والاسلحة والكاميرا اللي هيصور بيها المعسكر واول ما خلص كل حاجة رحل الطيارة ومع تروتمن بيوصله وبعد ما رمبو ركب ومشي موردوك قال نفس الكلام تاني لتروتمن وانه مش واسك ان رمبو هيقدر ينفذ المهمة وفي الطيارة كان رمبو طول الطريق قلقان وخايف من رجوع تاني لفتنام وده لانه عاش اسوأ ذكريات حياته هناك ولسه الذكريات دي بتطرده لحد دلوقتي وبعد كده بيتواصلوا معا من القاعدة وبيقولوله يستعد عشان ينزل بالبراشوت لان الطيارة قربت من المعسكر وبدأ رمبو يستعد ولبس ماسكه ونضارة وجهز حاجاته ونط من الطيارة لكن للأسف الحزام بتاعه بيزبك في بيب الطيارة وبيتعلق في الهوى ما بيعرفش ينط واول ما قيرك بلغ القاعدة باللي حصل مردك امر ويلغي المهمة ويرجع برمبو وفضل المساعد اللي معهم في الطيارة يحاول يفكه لكن معرفش فرمبو تصرف بتهور ورمى معظم المعدات والاجهزة اللي معاها لانه ما كانش عارف يتحرك بسببهم وبعد كده طلع السكينة بتاعته وقطع الحزام ونزل من الطيارة والتاني يوم بنشوف رمبو وهو ماشي في الغابة بعد ما نجي بقى عجوبة وكان معاه بوصلة بتساعده يعرف الطريق وكمان هو كان عارف الطريق كويس حوالين الغابة من فترة وجوده في اثنان وقت الحرب وفجأة وهو ماشي في الغابة حس ان يفي حد وراه بيرقبو فاستخبف مكان لمدة دقايق وخرج فجأة ولقى واحد واقف فعلا بيرقبو فهاجم عليه وسببته بالسكينة وكان على وشك انه يقتله لكن اكتشف انها بنت اسمها سارة وقالت له انها تابع جهاز المخابرات الامريكي وانها معاه في المهمة علشان تساعده وبعد كده خدته ومشيه علشان يكملوا المهمة مع بعض وبعدها وهم في الطريق سارة سألته ايه اللي خليه يتأخر فقال لها انه حصل له مشكلة وهو نازل من الطيارة وبتقترح عليه سارة بعد كده ان هم يكملوا مشوارهم عن طريق النار لان الطريق البري مش امان وبيكتشف رامبو ان سارة مرتبة مع قراصين علشان ينقلوهم لان هم الوحيدين اللي يقدروا يساعدوهم ودفعت لهم سارة مبلغ مقابل النقل وتحركوا بعد كده وخدوا طريقهم لمعسكر الاسرة لكن طول الطريق كان رامبو قال الان من خفر السواحل وخايف يعترضوا طريقهم فواحد من القراصينة ورى بازوكة واسلحة معاهم وقال له ان هم هيستخدموها لو احتاجوها وبعد كده كامل رامبو وصارت طريق وهم بيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر وساعتها رامبو سألها وهو مستغرب اللي وصلها انها تشارك في مهمات زي دي فقالت له ان ابوها كان بيشتغل مع المخابرات الامريكية ولما تقتل خدت مكانه وبعد كده رامبو حكالها عن اللي حصله في فيتنام والمعنالة لسه عيشها بسبب الحرب وبنروح لتروتمن واللي كان في الوقت ده بيتكلم مع مردوك وبيقوله انه هو عايز يروح يجيب رامبو لكن مردوك رفض لان ما جلهمش اي اخبار منه وما يعرفوش اذا كان اصلا حية ولا ميت لكن تروتمن صمم على قراره لحد ما مردوك وافق وقاله انه هيبعت معه فريق عشان يروح يدوروا على رامبو ويرجعوه وبنرجع بعد كده رامبو بعد مدة طويلة في النهر اخيرا بيوصلوا الاقرب مكان المعسكر الاسرة ونزلوا من المركب وصار قدرت للقرساني يستنوهم ومشيت بعدها هي ورامبو في الغابة لحد ما وصلوا للمعسكر ووقفوا في مكان قريب منه ولقوه فاضي مفهوش اسرة فقربوا اكتر علشان يتأكدوا شافوا زباط فيتناميين وقفين عند المدخل وبعد شوية شافوا فتاة ليل واقفة مع واحد من الزباط وفي وقت ده كان رامبو مصمم انه يشوف في اسرة من الامريكان جوه ولا لا فحضر الساهم وكان بيستعد عشان يدخل المعسكر وقتها سارة فكرته بالاوامر وانه مش مطلوب منه اكتر من انه يصور المعسكر وممنوع يدخل في اشتباك مع العدو لكن رامبو اتجاهل كلامها وقال لها ان انقاذ الاسرة اهم من تنفيذ الاوامر وطلب منها تستنى مكانها وعدى السلك وراح عند مدخل المعسكر وقدر يستخبى من الزباط اللي محوطين المعسكر وعدى البحيرة بهدوء من غير ما يعمل صوت وفضل يلف في المكان ويستكشفه لحد ما شاف السجن اللي فيه الاسرة ولقى حالتهم صعبة جدا وحواليهم حشرات في كل مكان فرجع تاني لانه شاف واحد من الاسرة اسمه جاك مربوط في شجرة بعيد عن المعسكر وقرر ينقذه هو الاول فراح له وقطع الحبل اللي مربوط بي وقال له انه جاي ينقذه وطلب منه ما يعملش اي صوت وكانت وقتها فكرة انه يهرب بيه وينقله المكان امان صعبة جدا بسبب وجود زباط كتير في المنطقة لكن بالسكينة بتاعته والاسهم اللي معاه قدر يخلص على كل اللي يقابلوا منهم من غير ما يعمل صوت وفي الوقت ده كان واحد من الحرس الفيتناميين شاف سهرة وكان على وشك يقتلها لكن في الوقت المناسب رامبو رشق فيه سهم وانقذها وتاني يوم الصبح اكتشف الزباط الفيتناميين جسل زميلهم اللي اتقتلوا وبلغوا بقى القوة ان فيه حد غريب دخل المعسكر فانتشروا كلهم في اماكن مختلفة من الغابة عشان يدوروا على اللي عمل كده وفي الوقت ده كانت روتمان وايريك بيستيادوا عشان يروحوا الرامبو اما رامبو وصارى فوقتها كانوا وصلوا للمركب القراصنة عشان يمشوا معهم جاك وكانوا الزباط الفيتناميين وقتها لسه بيدوروا عليهم لحد ما القايد بتاعهم طايلة اثار رجلين في الطين فاخد الفريق بتاعه ومش وراء الاثار لحد ما شاف رامبو بيتحرك بالمركب هو واللي معاه فاتصل بالشرطة وطلب مساعد علشان يلحقوا رامبو قبل ما يهرب وفي الوقت ده رامبو صارت صادموا لما فجأة لو القراصنة رفعين عليهم سلاحه بيسبتوهم وشافوا بعد كده مركب خفر السواحي الجاي عليهم وفهم رامبو ان القراصنة سلموهم تسليم اهالي للفيتناميين وساعات هزعين بتاعهم ضرب رامبو بالالم لما شتموا وقالوا انه حقر لانه باعهم لكن رامبو ماستسلمش وطلع سكنة صغيرة وطعن بها واحد من القراصنة وخد البندقية بتاعته وخلص عليهم كلهم وبعد كده قال لي صارة وجاك ينطف المياه ويعمل حد البحر وده لانه كان ناوي يخلص على خفر السواحي لكلهم وبدأ يضرب عليهم رصاص لكن هم فتحوا عليه النار بأسلحة قوية جدا وحصروا من كل الاتجاهات وساعاتها افتكر البازوكا اللي قالوا عليها واحد من القراصنة فاخدها بسرعة وضرب بها السفينة الفيتنامية وفجرها وبعد كده كان بيستعد عشان ينطف النهر لكن اتفاجئ بواحد من القراصنة بيخنقه من رقابته وكان متحكم فيه لانه كان مستخبي فوق ظهر السفينة وهجم عليه من ظهره وفي الوقت ده كانت سارة بتصرخ وبتحظر رامبو ان المركب اللي هو فيها هتلبس في مركب خفر السواحي للمولعة وبنفس السكينة طعر رامبو الشخص اللي خنق ونطف النهر قبل ما المركب تلبس في المركب التانية المولعة وتنفجر هي كمان وبعد كده رامبو خدها عاوم لحد ما وصل لسارة وجاك وخدهم وتحركوا بسرعة وقتها طيو القوة اللي معاكنه لسا بيدوروا عليهم وبعدها مشي رامبو مع سارة وجاك في الغابة وفجأة قال لسارة ان مهمتها معانتهت وانه هيكمل لوحده مع جاك وقبل ما يمشي سارة قالت له انه انسان مخلص ومجهوداته ماينفعش حد يتجهلها وفي الوقت ده كانت روتمن وفريق قدامهم 3 دقايق ويوصلوا للمكان اللي هياخدوا رامبو منه لكن رامبو ومع جاك كانوا بيعدوا عن المكان اللي هيتقابلوا فيه مع تروتمن وفريقه وكملوا طريقهم وسط الاراضي الزراعية وكانوا بيحاولوا قدر الامكان يداروا من الفيتناميين لكن وقتها كانتاي شافهم وامر القوى اللي معا ترمي عليهم قظايف ورامبو موقفش وفضل مكان ملجاري هو وجاك عشان يبعدوا عن التفجيرات قدر الامكان وفي الوقت ده تروتمن شاف رامبو من الهيليكوبتر ويتفاجئ لما شاف معا الأسير اللي أنقذوا وإيريك كمان اتفاجئ لان كلهم كانوا فاكرين ان رامبو اساسا مات وبسرعة بدأ إيريك يقتل كل الزباط الفيتناميين اللي في المنطقة بسهولة لانه كان شافهم وضوح من الهيليكوبتر وبعد ما إيريك قتلهم كلهم قدر رامبو معا جاك أنهم يطلعوا فوق التل ولأن تروتمن كان فرحان برامبو بإنجازه فبلغ المقر بسرعة وقال لهم أن رامبو عايش وأنقذ واحد من الأسرة لكن أول ما الخبر وصل لموردوك كان لورد فعل غريب جدا وهي أنه خرج كل الزباط اللي موجودين في القوضة وبعد كده أمر إيريك أنه يرجع بالهيليكوبتر ويرغي المهمة اللي هم أصلا رايحين علشان هلا هي إنقذ رامبو وساعتها تروتمن كان مصدوم وقال له أن رامبو تحتهم بالزابط ولو نزلوا كم متر هيوصلوله ولما لقى موردوك مصمم فقرر تروتمن أنه مش هينفذ أوامره وكان على وشك ينزل السلم اللي هيطلع برامبو جاك للهيليكوبتر لكن فجأة واحد من اللي معاهم على الهيليكوبتر رفع مسدسه وهدت تروتمن وقال له أن أوامر موردوك لازم تتنفذ وفي نفس الوقت بدأ إيريك يطلع بالطيارة لحد ما بيعد عن رامبو جاك وساعتها تروتمن كان مغلوب على أمر ومش عارف يتصرف لأنه متهدد بالسلاح لكن ما قدرش يتحكم في أعصابه وشتمهم وقال لهم أنهم مرتزقة وملهمش وطن ولا انتماء وبعد ما مشيوا سابوهم اتفاجئ رامبو جاك بأعداد مهولة من الزباط الفيتناميين بيقربوا عليهم وانتهى الأمر برامبو مستسلم ورامي سلاحه في الأرض وفي الوقت ده كانت سارة وقفة بترايب كل اللي بيحصل من بعيد وفهمت أن القوى الأمريكية اللي جاد تنقذه مش يوسبوه متعمدين وبعد كده بيرجع تروتمن المقر وأول ما بيشوف موردوك بيتخانق معه بسبب أوامره اللي مش منطقية فموردوك برر تصرفه بأن ده بسبب أن رامبو ما نفسش المطلوب منه وعصى الأوامر وقال له أنه كان مفروض يرجع بصور للمعسكر وبس وساعتها تروتمن فهم أنه موردوك أصداً ما كانش عنده نية الإنقاذ الأسرة وأنه كان عمل حسابه أن رامبو هيرجع بصور للمعسكر وهو فاضي ويبلغ الكونجرس أن ما فيش أسرة وتتقفل القضية على كده لحد ما موردوك أكد له الشكل في دماغه وقال له أن المهمة دي مستحيلة لأن ما فيش غير طريقة واحدة يرجعوا بها الأسرة وهي أنهم يدفعوا مبالغ ضخمة جداً لحجومة فيتنام عشان ياخدوا أسرهم والكونجرس مش هيوافق يدفع المبالغ دي وساعتها تروتمن اتصدم وحسب خيبة أمل شديدة وقال له أن كل واحد من الأسرة دول كان عنده استعداد يضحي بحياته مقابل أنه يدفع عن بلده ومصيرهم في النهاية أن بلدهم نسيتهم ومش عايزة تدفع فلوس مقابل حريتهم لكن موردوك ما فرقش مع كلام تروتمن وما ظهرش أي اهتمام به لدرجة أنه ترى تروتمن برا لكن قبل ما تروتمن يخرج قال له أنه هيندم على اللي عمله وهيعرف بعدين أنه فتح على نفسه أبواب جهنم لأن رامبو هيرجع وهينتقم وبنرجع لفتنام وبيكون وقتها رامبو مربوط ومرمي بفركة من فضلات الخنزير وبعد شوية بتوصل هليكوبتر فيها قوة من الزباط الروسيين عشان يخدوا رامبو وده لأن روسيا كانت حليفة الفتنام وبيجي قائد القوة الروسية واسمه يوسكي وبيقرب من رامبو بسكينة وبيهددوا بيها لكن بيلاحظ أن رامبو مش متأثر ولا خايف فأمر بعد كده الزباط الفتناميين أنهم ينظفوه عشان يخدوا يحقق معاه وبعد شوية دخلوا قوة كان مستني فيها يوسكي وبدأ التحقيق مع رامبو وقالوا يعترف لهم بكل المعلومات اللي عنده إلا هيشوف عذاب ما تعذبوش قبل كده لكن رامبو في الدلساكت ما قالش أي حاجة ولا حتى رد يقول لهم اسمه وهنا يوسكي ضغط عليه وأكبره أنه يتصل بالقيادات اللي بعتاه ويبلغهم أنه تقبض علي بتهمة التجسس وأن أي حد هيبعتوه تاني هيقابل نفس المصير لكن رامبو رفض ينفس كلامه وشتمه وساعتها يوسكي أمر واحد من رجالته اسمه يوشين أنه يبدأ وصل التعذيب مخصوصاً رامبو وفي الوقت ده سرع عملت نفسها فتاة ليل وراحت للزباط الفيتناميين تقعد معاهم عشان تلاقي أي طريقة تنقذ بها رامبو ورامبو وقتها كانت حالته صعبة جداً ويوشين عمل بيسعق فيه بالكهرباء وبيفضل يضغط عليها علشان يعترف اللي عنده لكن رامبو كان آخر حاجة ممكن يعملها هي أنه يخون بلده ولأن يوسكي كان عايز يحبطه ويحسسه أنه كل اللي بيعمله مالوش أي لازمة فاجأة جاب ورقة مكتوب فيها نص الحوار اللي حصل بين موردوك وتروتمن وهو بيأمره يلغي المهمة ويرجع وده عشان يعرفوا أنهم سبوا هنا متعمدين بناء على أوامر موردوك لكن كل ده مهز الشعر من رامبو ورفض أنه يتكلم وساعتها يوسكي تغاز منه وقال لي وشين يزود الفولت ويكهربه تاني لدرجة أن لمبات الكهرباء في المنطقة تأثرت وإضايتها كانت مهزوزة وساعتها يوسكي ما كانش مسدق قوة رامبو وقدرته على أنه يتحمل الألم وبنروح لصارة واللي كانت وقتها قدرت تقتل واحد من الزباط الفيتناميين وتاخد سلاحه وخرجت بعدها تدور على مكان رامبو في الوقت ده يوسكي أمر واحد من رجاله يجيب جاك الأسير اللي أنقذه رامبو وسخن سكينة وهدد رامبو أنه لو ما تكلمش هيحطها في عين جاك لكن ساعتها جاك نفسه قال لرامبو ما يتكلمش وما يقولش أي معلومات حتى لو حطوا السكينة في عينه أو قتلوا لكن رامبو ما قدرش يتحمل فكرة تعذيب جاك قدامه وهزر رسول يوسكي عشان يعرفه أنه موافق يتصل برؤسائه وفي الوقت ده كانت صارة قدرت تحدد مكان رامبو والدارت تحت أرضية الأوضة اللي هو فيها وبعد شوية رامبو شافها من بين الخشب وعرف أنها جاية تنقذه وبعد كده اتصل يوسكي بالمقر الأمريكي عشان رامبو يكلمهم وساعتها وصلوا بتروتمن وسألوا عن مكانه فين بالزبط لكن رامبو وجه كلامه لموردوك وقال له أنه راجع وهيحط عليه ويدفعه تمن اللي عملوا فيه وفي نفس اللحظة غفل كل الزباط الروس اللي حواليه وضربه مهرب من الأوضة وسارة ظهرت وضربت نار على كل اللي قابلها من الزباط ورامبو ضرب واحد منهم وخد سلاحه وبدأ يقتل فيهم هو كمان وساعتها كل الزباط الروس والفيتنام ساموا أصوات ضرب النار وخرجوا بسرعة وسارة ورامبو كانوا مكملين ضرب وقتلوا عدد كبير منهم لكن اكتشفوا بعد كده أن عددهم أكتر من اللي كانوا متوقعينه بكتير فرامبو رامع عليهم قنابل كتير وبعد كده عدى السلك اللي حوالين المنطقة ومع سارة ورغم أنهم خرجوا من المعسكر وبعدوا عنه شوية لكن ما كانوش في أمان لأن كان في زباط أعدادهم بالمئات بيدوروا عليهم وانتشر جزء كبير منهم في الغابة عشان يدوروا على رامبو هناك ولما ملقوهوش جابوا طائرة هليكوبتر فوق الغابة فيها كشفات شديدة عشان يقدروا يشوفوا رامبو لحد ما في الآخر قادروا يحددوا مكان رامبو وصارة ورامو عليهم قزايف وصواريخ لكن هما اللي اتنين كانوا بيجروا بسرعة علشان يتفيدوا الانفجارات وبعد ليلة كاملة الروس والفيتنام بيدوروا عليهم قرروا يرجعوا لأنهم متأكدوا أن ما فيش أي أمل يلاقوهم وفي الوقت ده كان صارة ورامبو قاعدين في مكان بعيد وصارة بتحاول تنظف له جرحي في إيده وبنروح بعد كده لمردوك اللي كان مقلق من تهديد رامبو لي وحس أنه مش هيعدي على خير وقتها تروتمن راح له طلب منه تاني يبعد قوة جيب رامبو لكن موردوك رفض وقال له أن شخص واحد ما يستهلش أنهم يبعثوا قوة وراه فتروتمن قال له أنه هو هيروح بنفسه ويجيبه فمردو كده أوامر لرجالته أن تروتمن يفضل تحت ملاحظتهم ويخرجش من القعدة وفي الوقت ده كان رامبو متأثر وفرحان باهتمام صارة لأنها كانت مصممة تروح مع أمريكا وحس أن مشاعره بتتحرك ناحيتها وبعد كده قالت له أن هي عايزة تبدأ مع حياة جديدة وعدته تفضل معاه وبعدها قاموا علشان يمشوا لكن فجأة بيظهر طي وفريقه وبيضربوا نار عليهم وبتتصاب صارة برصاص كتير وللأسف بتموت وهن رامبو سيطرت عليه مشاعر كلها غضب وانتقام وفضل يقتل في رجال الطي لحد ما خلص عليهم كلهم أما طي نفسه فهرب وبعد كده راح يشوف صارة اللي كانت في لحظاتها الأخيرة والدته ماينسهاش وبعدها ماتت بين إيدي وبكل حزن دفنها رامبو استعد بعدها المعركة الكبيرة مع الروس في فيتنام لأنهم السبب في الألم اللي حاسس بي وبدأ رامبو يقتل في الروس اللي موجودين في المنطقة حواليه واحد واحد من سكات بالسكينة بتاعته واستخدم كمان القص والسهم اللي معفقت لهم ودخل لهم مستغربين لأنهم كل شوية لقوا جثة واحد منهم ومش قادرين يحددوا مكان رامبو وفضل رامبو مكمل قتل فيهم وطلع عليهم كل الغضب والقلم اللي جواه وكل ده من غير ما يظهر ولا يشوفوه وبعد كده مشيت خطته زي مكان رسمها ودخل قرية صغيرة ورح وراء الروس والفيتنام وبعدها سرق من أهل القرية فارخة وجيركن كبير فيه بنزين لأنه كانوا يعمل بيهم فخ للروس والفيتنام ودخل بعد كده للأراضي الزراعية وفي الوقت ده كانت وصلت قوة تانية كبيرة من الزباط علشان يدوروا عليه وجزء كبير منهم رحوا ناحية الأراضي الزراعية وهناك شافوا أثار دم كتير وفضلوا ماشيين وراها لأنهم كانوا فاكرين إن رامبو بينزفوا ده دمه لكن لما دخلوا لنص الأراضي لقوا فرخة مدبوحة وجنبها جيركن البنزين وفهموا إن ده كمين من رامبو لكن قبل ما يهربوا رامبو شافهم وولع فيهم كلهم وبعد كده طلع فوق شجرة وفيدل يحط القنابل في القصة اللي معاوي يحدفهم عليهم لحد ما حرق عدد كبير منهم وكانت النار بتنتشر بسرعة لأن رامبو كان مغرق الأرض كلها بنزين وبعد كده حدف قنابل كتير على العربيات الجيش اللي جون فيها الزباط وفجرها كلها وبعد ما خلص عليهم كلهم نزل ناحية الشلال علشان يقتل طاي وأول ما طاي شافوا فيدل يضرب عليه النار لحد ما الرصاص اللي بندقيته خلص فطلع مسدس وكمل ضرب وفي الوقت ده رامبو طلع القص بتاعه وحطي فيه كونبيلا وهو مسيطر عليه أحساس الانتقام وطاي كان متوتر ومعرفش يسيب رامبو حتى برصاصه واحدة وفجأة رامبو رامع عليه كونبيلا وفارتيكاته الميت حتى قبل ما يهرب وبعد كده ظهرت فوق رامبو طيارة هليكوبتر راكبها يوشين ورامى كونبيلا فوقيه لكن رامبو فيدل يجري بأقصى سرعاته لحد ما نيجي منها بقى عجوبة ونطف المية في الوقت المناسب وساعاتها يوشين شافه هو بينطف المية وعرف انه ما حصلوش حاجة فأمر اللي معاه يضربوا عليه نار ونزلوا بالهليكوبتر لقرب نقطة من سطح المية عشان يقدروا يقتلوه وساعاتها ظهر رامبو شد الزبط اللي بيدرب عليه نار ووقعه في المية وركب الهليكوبتر وواجه يوشين وضربه بعض لكن يوشين كان مسيطر وقدر يتحكم فيه اكتر لانه اضخم من رامبو لكن في الاخر رامبو هو اللي سيطر بزكاءه وحدف يوشين من الطيارة وبعد كده راح للطيارة وحدف وهو كمان برا الطيارة وسق بداله واول حاجة فكر يعملها هي انه ينقذ الاسرة اللي في معسكر الفيتناميين وتحرك بالطيارة على هناك واول ما وصل هناك ما ضيعش وقت ورمق نابل كتير على المنطقة اللي حوالين المعسكر وقتى المعظم الزباط اللي فيها وكان هجوم رامبو مفاجأ بالنسبة لهم وما لحقوش يستعد ولا يهجموه ووقتها المساجين كانوا شايفين اللي بيحصل ومش مصدقين ان رامبو راجع علشان ينقذهم وكان من رامبو في هجومه لحد ما دمر كل حاجة تخص الروس والفيتنام معدم عسكر الاسرة ولما رامبو لقى الوضع هادي وكل حاجة تحت السيطرة نزل من الهليكوبتر علشان ينقذ المساجين وقابل في طريقه كان واحد من الفيتناميين فقتلهم وبعد كده فتح الباب للمساجين وقال لهم يركبوا الهليكوبتر بسرعة وكان واقف مأمنهم بالسلاح لحد ما يركبوا وبعد ما رجبوا كلهم ورامبو تحرك بالطيارة فجأة ظهرت هليكوبتر تاني ركبها يوسكي وفدل يضرب صواريخه قنابل على طيارة رامبو وساعاتها رامبو ما كانش قدامه غير انه يهرب لانه كان عارف انه مش هيقدر يهاجم بنفس القوة لانه مفيش معاه اي امكانيات لكن المساجين حاولوا يقاوموا وقدروا يقتل واحد من رجال تيوسكي وساعاتها يوسكي تعصب وفدل يضرب نار على طيارة رامبو نفسها لحد ما خرج منها دخان كتير وقابل ما يفكر يرمي كنبيلة تانية فجأة اختفت طيارة رامبو ما بقاش لها اي اثر وفدل يدور عليها لحد ما لقاها وقع في المياه ولما بص جواها لقى رامبو مغمى عليه لكن فجأة رامبو قام ومسك بازوكا وضرب بيها طيارة يوسكي وفجرها وبعد كده كمل طريو بالهليكوبتر لمقر القيادات الامريكية في تايلاند ورغم ان الطيارة ما كانتش سليمة لكن قدر رامبو يوصل بيها ولما قرب من المقر بلغ القيادات انه جايوا مع الاسرة وساعاتها كل الزباط فرحوا واولهم طبعا تروتمان وده على عكس موردوك اللي اتراعب ووشه جاب الوان لانه عارف اللي هيحصله وفعلا اول ما رامبو نزل بالطيارة خاد سلاحه راح يدور على موردوك وقابل في طريق ايريك فضربوا ووقعوا في الارض وقاتها كان فيه فريق طبي بينزل المساجين من الطيارة وبيعمل لهم اللازم ولما رامبو دخل المقر اول حاجة عملها انه ضمر كل الاجهزة الحديثة اللي موردوك طالع بيها السماء وقاتها كان موردوك في مكتب وركب وبتخبط في بعضها من الرعب وبعد كده رامبو دخل مكتب موردوك وطلع السكين علشان يقتلوا وخنقوا من رعابته لكنه ما قتلوش وقال له يبعد قوات تدور على باقي الاسرة وترجعهم وإلا هيقتلوا وبعد كده خرج وتروتمن قال له انه هياخدوا سام شرف تاني بسبب انقاذه للاسرة فرامبو قال له ان الاولى يدول المساجين لانهم يستحقوا اكتر منه وبعدها تروتمن قال له انه بقى حر وحاول يقنعه انه يرجع تاني للجيش الامريكي لانهم محتاجين خبراته لكن رامبو ما وفقش وقال له انه مش مستعد يرجع تاني لنفس المكان اللي جمعوا بصحابه لانه كلهم ماتوا فتروتمن سأله بعدها بيحلم بايه فرامبو قال له انه بيحلم ان البلد تحب جنودها زي ما بيحبوها ومشي رامبو وهو واخد قراره انه مش راجع للجيش وبالفعل بيفضل فترة عايش حياة هادية ولكن بعد فترة بيقرر فيه بيسيب حياته الهادية وبيقرر يرجع تاني للحرب وبيسافر افغانستان عشان ينقذ القائد بتاعه وبيواجه جيش كامل بطوله وبنشوف العقيد تروتمن واللي بيكون لسه وصل تايلاند واول ما وصل قابل ناس من السفارة الامريكية هناك وبيكون رايح تايلاند اصلا علشان يدور على رامبو وفادل يلف في مدينة بانكو كلها بصورته ويسأل الناس عليه وبيكون مر تلات سنين على اخر احداث حصلت في فيتنام وبيكون رامبو من ساعتها عايش في تايلاند وبعد ما تروتمن تقريبا لف البلد كلها اخيرا قدر يوصل لرامبو وبيعرف ان هو بيلعب ماتشات مسارع على رهانات وبيكون ده مصدر الدخل في حياته وبيروح تروتمن علشان يتفرج على الماتش اللي هيلعبه رامبو وبيكون الماتش صعب جدا وخصم رامبو قوي ومش سهل السيطرة عليه لكن بيفوز رامبو وبيكسب الماتش وبياخد فلوس الرهان وبعد ما الماتش بيخلص بيحاول تروتمن يكلمه لكن ما بيقدرش يوصله وده بسبب عدد الجماهير الكبير اللي كلهم بيهتفوا باسم رامبو وتاني يوم بيروح تروتمن للكنيسة اللي عايش فيها رامبو علشان يقابله وكان واخد معا ناس من السفارة الامريكية وتفاجئ تروتمن لما اعرف ان كل الفلوس اللي كسبها رامبو من الماتش اتبرع بيها للكنيسة اللي بتتبني واول ما رامبو شاف تروتمن بينادي عليه ما كانش مسدق وفرحان جدا ونزل بسرعة علشان يسلم عليه لكن في نفس الوقت كان مقلق لان تروتمن دايما جاي وجاي بالمصائف في رجلي وتكلم مع تروتمن وقال له ان اهل المنطقة طيبين وسمحوا له يعيش وسطهم وفي المقابل بيساعدهم في بناء الكنيسة بالفلوس اللي بيكسبها ومن وقت للتاني بيشتغل معاهم بأيديه في البناء وبعد كده تروتمن عرفه على واحد من اللي جايين معا من السفارة اسمه روبرت وبدأ روبرت يتكلم مع رامبو عن اللي حصل في افغانستان وورى صور للضحايا الافغان اللي الجيش الروسي مدمرهم بأسلحته الكيميائية وقال له انه معظم اللي بيموتوا ناس بسيطة من المزارعين وروسيا بتجرب فيهم كل اسلحتها الجديدة وقال له انه بعد سنين كتير من الحرب قرروا يبعثوا مساعدات طبية ودعم للمجاهدين الافغان ودلوقتي هم عايزين رامبو يسافر افغانستان عشان يوصل المساعدات للناس هناك لكن رامبو رفض وقال لهم انه ما بقاش عايز يتدخل في اي حاجة ليه علاقة بالقتل او الحروب وعاوز يقاش حياته في سلام ومش يوسبهم لكن بعد شوية تروتمن راح له تاني يتكلم معاه وقال له ان العملية دي مهمة جدا وفادل يحاول يقنع في انه يوافق لك الرامبو قال له انه حاب المكان اللي هو موجود فيه دلوقتي وعاوز يكمل حياته فيه ومش ناوي يسيبه فتروتمن ما حبش يضغط عليه اكتر من كده واضطر يمشي علشان لازم يسافر افغانستان وبعدها تروتمن استعد هو وفريقه وبدأوا رحلتهم لافغانستان لكن في نص الطريق بتظهر فجأة طيارة هليكوبتر روسية وبتاجم على تروتمن وفريقه بالصوريخ والقزايف وبتقت العدد كبر منهم وبيكلمهم واحد من الطيارة وبيكبر الباقي انهم يرموا اسلحتهم ويستسلموا وبعد كم يوم بيروح روبرت الرامبو وبيبلغوا باللي حصل وبيعرفوا ان الروس خدوا تروتمن اسير وقاتلوا كل اللي معاوهم على حدود افغانستان وقالوا ان المشكلة ان هو ما يقدرش يدخل بشكل رسمي او يبعد حد يرجعهم فرامبو ساعتها قالوا ان هو مستعد يروح افغانستان ويرجع تروتمن لكن روبرت قالوا ان الموضوع هيكون من تحت الترابيزة ومش هيقدمه طلب رسمي فرامبو قالوا انه ما عندوس مشكلة لانه متعود على المهمات الغير رسمية فرامبو قالوا انه هيرتب للموضوع عشان الصفر لكن بشرط لو رامبو تقبض عليه او حد اعرف حاجة عن الموضوع امريكا هتنكر معرفتها بيه من الاساس وبعد كم يوم بيوصل رامبو لباكستان وبيكون قريب من حدود افغانستان وبعد كده دخل محل بيع اسلحة وكان بيسأل عن واحد اسمه موسى جنين وبيقول للشخص اللي وقف في المحل انه عاوز يقابله ضروري فبيروح الشخص دي نديله موسى وفي الاول ما بيكونش موسى عارف هو مين وبيفتكروا واحد تايه من السياح وعايز حد يعرفه الطريق لكن رامبو قال له ان روبرت هو اللي بعته فموسى قال له انه هو كان مستني وقال له كمان ان تروتمن مووت في سجن روسي على بعد 30 ميل من الحدود الافغانية وبعد كده اداله كل الاسلحة والقنابل اللي هو هيحتاجه في المهمة وخرج معاه علشان يبدأوا رحلتهم لافغانستان وفي الوقت ده كان الشخص اللي قابل رامبو في المحل بصص عليهم وبيرقبهم من بعيد وبنروح بعد كده للجيش الروسي وبيكون الزباط وغدين تروتمن عشان يقابل العكيد زايسن قائد الجيش الروسي واول حاجة قالها زايسن ان تروتمن اول شخص امريكي يتقبض عليه في افغانستان وقال له انه هو الشاكك انه جاي هنا عشان يساعد المجاهدين الافغان بصواريخ مضادة للطيرات الروسية وانه ده مخطط من امريكا عشان يوقعوا الجيش الروسي وقال له انه هيعمل معاه صفقة وهي انه يسيب ويمشي ويفرج عنه مقابل انه يكون عصفورة ليهم ويقول لهم على مكان الصواريخ اللي جاي ووصلها للافغان فتروتمن قال له انه مفيش اصلا صواريخ انه ما يعرفش حاجة عنها وساعتها زايسن تنرفز وامر رجالته ويضغطوا عليه بالتعذيب علشان يتكلم واخدوا طريقهم بعد كده القرية صغيرة فيها عدد كبير من المجاهدين الافغان وفي الوقت ده كان تروتمن بيتعرض لتعذيب شديد وبيضغطوا عليه علشان يتكلم ويقول لهم على مكان الصواريخ وقتها وصل الشخص اللي قابل رامبو في محل الاسلحة واللي بيكون اصلا جسوس للروس وبيقابل زايسن وبيقوله ان في واحد اسم رامبو جل محل ويتكلم مع موسى وقال له انه جاي ينقذ واحد اسم تروتمن ويساعد المجاهدين الافغان. وساعتها زايسن قال لتروتمن انه هو ورجالته جهزين لاستقبال رامبو. وبنرجع للرامبو واللي بيكون وصل هو وموسى القرية المجاهدين وهناك موسى بيقوله ان القرية فيها حوالي 200 مجاهد وفيه 10 ألاف كمان واقفين على الحدود مستنيين الأسلحة وجهزين للحرب وبعد شوية بيعد رامبو مع كبار المجاهدين علشان يتكلموا معاه في تفاصيل مهمته وبنشوف ساعتها واحد روسي اسمه يوري أسلم ونضم للأفغان وبيحارب معاهم وبيع الروس وبيبدأ يوري يشرح لهم الطرق اللي ممكن يدخلوا بيها للقاعدة الروسية بأفغانستان لأنه طبعا عارفها كويس ولما رامبو عارف منه تفاصيل المكان قال لهم ان خطته انه ياخد معا 4 من المجاهدين بس لكن كل اللي موجودين بيقلقوا ما بيوافوش على خطة رامبو لأنه الروس لو مسكوهم هتبقى بداية حرب وهيهجموا القرية زي ما هجموا قرية تانية جنبوهم قبل كده ورح منهم وقتها أكتر من 6000 شخص وهم مش عايزين ده يتكرر من تاني عشان كده قال للرامبو يصبر معاهم ويستنوا دعم تاني بقواته أسلحة لكن رامبو بتهوره المعروف صام منه يروح لوحده وما كانش مهتم بالنتيجة او اللي ممكن يحصل وساعتها بيتكلم واحد من كبار المجاهدين اسمه مسعود وبيقول لرامبو ان الافغان أقوية وشجعان مش جبنة زي ما هو فاكر ولو حد قرب من أرضهم هدوهم بيتحول لغضب وشرح له انه هم عايزين يحطوا خطة وينفزوها صح لان لو واقعوا في ايد الروس مش هيرحموهم وحكالوا اللي حصل فيهم قبل كده وقالوا انهم من سنة قتلوا معظم رجالة القرية لجنبهم واجهدوا الحوامل وحرقوا الأطفال ودي خطة من الروس علشان ما يكونش فيه أجيال جديدة تدفع عن الأرض وقالوا كمان ان الحرب بالنسبة لهم حاجة مقدسة والموت في سبيل الله والوطن بالنسبة لهم شرف وان خطاتهم ان هو يروح ينقص تراتمان بهدوء ولما يخرج تراتمان ويظهر للعالم ويحكي عن اللي بيحصل في أفغانستان ساعاتها ممكن يدخلوا حرب ضد الروس بقلب جامد لأن الناس كتير هتساعدهم وهنا رامبو فيهم وجهة نظرهم واقتنع بكلام مسعود واتفقوا انهم يفكروا مع بعض في طريقة أمان ينقصوا بها تراتمان وبعد كده موسى بيتمشى مع رامبو وبيعرفوا على ريادة قديمة بيلعبها الأفغان من 3000 سنة وهي عبارة عن انهم بيمسكوا خروف ويلفوا بيه دايرة كبيرة ويرموا جوا دايرة صغيرة ويلفوا حوالي تاني ويرجعوا ياخدوه وساعاتها واحد من اللي بيلعبوا قال رامبو يدخل معاهم ورامبو فرح لأنه كان متحمس يجرب اللعبة وفجأة وهم مندمجين في اللعبة بتاجم طيارة روسية على المكان وبترمي عليهم قنابل وبتفجر المنطقة وبيموت عدد كبير من المجاهدين وبعد ما بيخلص الهجوم بتكون المنطقة كلها عبارة عن جسس ومصابين وبيجي ساعاتها مسعود وبيطلب من رامبو يسعادهم في نقل المصابين للحدود لكن رامبو بيرفده وبيقوله أنه عنده حاجة أهمة هيعملها وهي أنه هيرح للقاعدة الروسية فمسعود قاله أنه مفروض بعد اللي شافه يخافه يبعد لأن الحرب دي ما تخصوش لكن رامبو قاله أنه من النهاردة الحرب دي تخصوه فرد عليه مسعود وقاله أنه هما من النهاردة هيعتبروا واحد من المجاهدين وبيروح مسعود علشان يشارك في نقل المصابين أما رامبو فبيستعده أنه يروح للقاعدة الروسية وموسى بيقوله أنه هيروح معاه ويوري الطريق وبيجي ولد صغير اسمه عمار وبيطلب من رامبو أنه يروح معاه لأن أبوه أمه ماتوا على إيد الروس وعاوز ينتئم لهم لكن رامبو ما بيوافقش ياخده معاه وبالليل بيروح رامبو معاه موسى للقاعدة الروسية من طريق كله ألغام وبيتفاجأ رامبو بعمار رايح وراهم وبيقرب رامبو موسى من المكر الروسي وبيطلب رامبو من عمار أنه يستنى في مكانه وبيمنعه يدخل معاههم وبيدخلوا بعد كده المكر وبيزرعوا قنابل في أكثر من مكان وبيقدر رامبو ساعتها يوصل للمنطقة اللي فيها المساجين وبيساعده موسى وبيزرع قنابل هو كمان في أماكن مختلفة وقتها عمار ما سمعش كلام رامبو ودخل من غير ما روسي شفوه وبعد كده رامبو بيضرب واحد من الحرس وبياخد منه مفتاح السجن وبيروح علشان يخرج تروتمن وفجأة وهو بيفتح الباب بيدخل عليه عمار علشان يساعده لكن رامبو بيلمع حزابة روسي جاي وراه وبيحدفه بالسكنة في رقبته وبيقتله وفجأة بيظهر عدد كبير من الزباط الروس وبيمسك رامبو السلاح وبيبدأ يقتل فيهم وبعد معركة طويلة مع الروس ما بيقدرش رامبو انه ينقص روتمن وبيتصاب عمار برصاصة في رجله فرامبو شاله ونزل بيه وقابله موسى علشان يهربوا عن طريق فتح تصرف الصحي لكن يتفاجئوا برضو ان الروس جايين وراهم وبيضربوا عليهم نار فرامبو حط لهم كنبلة وفجارهم وكملوا طريق مع موسى وعمار علشان يخرجوا وفي الوقت ده زايسين بعد كوه ورا رامبو وموسى علشان يقبضوا عليهم لما يخرجوا برا القاعدة وبعد شوية خرجوا التلاتة من القاعدة وكان بيستنيهم برا واحد من المجاهدين علشان يخدهم لكن الروس بيشوفوهم وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا المجاهد وبعدها رامبو ادار في مكان بعيد عن عيون الزباط الروس وبسلاح اربيجي قتل كل الزباط اللي حواليه وهرب هو وموسى ومعهم عمار وفي الوقت ده زايسين بيطلع كل غضب من رامبو على تروتمان وبيضربوا وبيقولوا ان اول ما النهار يطلع هيكون رامبو ميت بسبب كل الزباط اللي قتلهم والمعسكر اللي دمروا وساعتها تروتمان استفزوا وقالوا انه مفيش داعي يدور على رامبو لان رامبو هو اللي هيدور عليه وهيقتله وبعد كده بنشوف رامبو وموسى عادين في مكان امان بعيد عن القاعدة ورامبو بيطلع الرصاص اللي فرجل عمار وبينضف له الجرح وبعد ما خلص طلب من موسى ياخد عمار ويرجعه القرية وقال لهم انه هيرجع المعسكر علشان انكس تروتمان وبعد ما ميش ورامبو ما كانش قادر يتحمل القلم لان دخل في بطنه قطعة من الحديد لما وقع وهو بيجري فطلعها من بطنه وطهر الجرح بالنار وتاني يوم الصبح كان زايسين ومعه فريق كبير بيدور على رامبو في الجبل وفي الوقت ده كان رامبو فعلا موجود في المنطقة وبيطلع الجبل بهدوء عشان يوصل منه للمعسكر وقتها كان تروتمان بيستعد الواصلة جديدة من التعذيب ورامبو في اللحظة دي كان طلع الجبل وضرب اول واحد من الحرس اللي قدام المعسكر ودخل للمكان اللي فيه تروتمان وساعتها كان زايسين واللي معه دوروا في المنطقة كلها وملاقوش رامبو فقرروا يرجعوا للقاعدة وقتها رامبو اقتحم السجن اللي فيه تروتمان وهجم على كل الحرس وضربهم وفك تروتمان من الحبل اللي مربوط فيه وخرج بقى المساجين واخدهم علشان يهربوا من المكان ولما خرج وشافوا زايسين وفريق ووصلوا لمعسكر ونزلوا من الهليكوبتر واول ما دخل الروز جوا المعسكر ريكب، رامبو وتروتمان والمساجين الهليكوبتر علشان يهربوا بيها ولما زايسين دخل زنزانة تروتمان لأهرب والحرس كلهم مضربين فخرج بسرع علشان يلحو قبل ما يهرب لكن لما خرج الرامبو خلاص تحرك بالهليكوبتر فمسكوا أسلحاتهم وهاجموا هو ورجالته الطيارة علشين يوقعوها ومع كتر الرصاص اللي اتضرب على الطيارة فكانت خلاص على وشك تنفجر واضطر رامبو ينزل بيها قبل ما يموت هو واللي معاه وبعد كده رامبو وتروتمان خدوا طريقهم ناحية الحدود أما المساجين فرجوا على بيوتهم وفي الوقت ده كان زايسين ورجالته قلبين الدنيا على رامبو واللي معاه ومش عارفين يوصلولو وبعد ما رامبو وتروتمان جاريوا مسافة كبيرة جدا وقفوا يرتاحوا شوية القز بتاعه والقنابل علشين يهاجم زايسين ورجالته وفجر منهم قرب طيارة كانت جانبه بكون بلا حدفها عليها ونزل بعد كده كهف تحت الارض مع تروتمان وكان زايسين شايفهم ورامع عليهم كنبلا لكن باعدوا عن الانفجار بسرعة ونجيوا منه لكن زايسين بعت وراهم عدد كبير من رجالته علشين يقتلوهم وساعتها قرر رامبو وتروتمان ان كل واحد منهم يروح من طريق مختلف علشان يشتتوهم وبعد شوية بيكون الكهف مليان برجالة زايسين وبيدوروا عليهم وساعتها رامبو شافهم وقاتلهم كلهم واحد ورد تاني وتروتمان كمان كان بيقاتل كل اللي يقابلوا في طريقه منهم لحد ما خلصوا عليهم كلهم واستعدوا علشان يطلعوا من الكهف وطلع تروتمان الاول ومشي شوية بيدعا رامبو ورامبو طلع بعده لكن بصعوبة لانه كان بيتقلم من الجرح وفجأة هجم واحد من رجالة زايسين على رامبو سامعوا تروتمان وجاري بصرع علشان ينقذوا لكن المسافة بينهم كانت بعيدة وفادر رامبو يقاوموا ويدربوا وكان بيتقلم جدا من الجرح اللي في فطنه لكن في الآخر شنقوا بالحبل ورمجوا والكاف وحدف عليكم بلا وكمل بعد كده رامبو وتروتمان طريقهم للحدود لكن بعد شوية تفاجأوا بأعداد ماهولة من الجيش الروسي بتقرب عليهم لحد ما حصروهم من كل الاتجاهات وبعد كده زايسين كلمهم من الهليكوبتر وقال لهم ما يحاولوش يهربوا لانهم مش يعرفوا وقال لهم كمان يرموا اسلحتهم ويستسلموا وقعدهم انه مش يضرب عليهم نار ولا هيئزيهم وانه هيقدمهم للمحاكمة وهيحاول يخفف احكامهم لكن ما كانش زايسين يعرف ان رامبو ما عندوش حاجة اسمها استسلام ومن غير تفكير كتير هو اللي بدأ الهجوم مع تروتمان وضربوا عليهم نار ورغم انه هم كانوا شخصين قصات كتيبة كبيرة لكن اداء رامبو وتروتمان كان عالي وقدروا يقتلوا عدد كبير منهم ويفجروا عربياتهم بالقنابل وفجأة بيوصل عدد كبير من المجاهدين الافغان علشان يساعدوا رامبو وتروتمان وبيضرب الطرفين في بعض عشان تبدأ بينهم حرب ملحمية وبعد كده بيقدر رامبو انه هو يسيطر على دبابة روسية بعد ما بيقتل اللي فيها وبيدخل بيها في طيارة زايسين وبيفجرها وساعتها تروتمان بيقلع عليه وبيفتكروا مات لكن بيتطمن لما بيلاي رامبو خارج حي من الدبابة وبعد كده بنشوف رامبو وتروتمان وهم بيستعدوا علشان يمشوا من افغانستان وساعتها مسعود وموسى وعمار قالوا الرامبو انه هم بيتمنوا انه يفضل معاهم لكن رامبو قرر انه يرجع لتايلاند وبعد كده عمار ساعد رامبو ورفع له رجله حطها جوة العربية لانه كان متصف فيها ومش قادر يحركها وده بيبين قد ايه عمار حب رامبو وتعلق بيه وبيخلص فيلمنا لحد هنا وده كان تلخيص اول ثلاث اجزاء من فيلم رامبو لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان تشوف ملخصاتنا اللي جاية ولفلك لفة في القناة اكد هتلاقي عندنا افلام كتير جدا هتعجبك وما تنساش الصلاة على النبي خلينا ناخد سواب مع بعض سلام